السالبية الكهربائية يمكن تعريف السالبية الكهربائية للعنصر بأنها قدرة ذرة العنصر في الجزيء التساهمي على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية وهذا يعني أن نوع الرابطة الكيميائية يعتمد على فرق السالبية الكهربائية بين الذرتين فإن تساوت السالبية الكهربائية بين الذرات فإنها ستتشارك إلكترونات الرابطة وتصبح تلك الرابطة تساهمية أما إن نجحت إحدى الذرتين في جذب إلكترونات الرابطة فستصبح الرابطة آيونية الرابطة الآيونية الرابطة الآيونية هي أحد أنواع الروابط الكيميائية النتيجة عن تبادل إلكترون أو أكثر من إلكترونات المدار الأخير بين الذرات وهذا التبادل ينتج عنه قوى كهروستاتيكية بين الذرات تسمى الرابطة الآيونية عادة ما تحدث تلك الرابطة الآيونية بين الفلزات وهي تلك العناصر الموجودة في يسار ومنتصف الجدول الدوري الحديث وبين اللافلزات وهي تلك العناصر الموجودة أعلى يمين الجدول فعلى سبيل المثال تتكون رابطة آيونية بين ذرة الصوديوم وذرة الكولور حيث تفقد ذرة الصوديوم إلكترونا من إلكترونات المدار الأخير وتحمل شحنة موجبة وتكتسب ذرة الكولور إلكترونا إضافيا وتحمل شحنة سالبة وتكون جزيء كولوريد الصوديوم الروابط التساهمية الروابط التساهمية هي تلك الروابط التي تنشأ بين ذرات متشابهة بحيث تتشارك الذرات إلكترونات الرابطة بينهما فمثلاً جزيء الأكسوجين يتكون من رابطة تساهمية بين ذرتين أكسوجين ثنائية أما جزيء نيتروجين فتكون من ذرتين نيتروجين ترتبطان معاً برابطة تساهمية ثلاثية السالبية الكهربائية لعناصر الجدول الدوري الحديث رتبت العناصر في الجدول الدوري الحديث بناء على تدرجها في العدد الذري وهو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة أو عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواة وذلك لتساويهما وهذا يعني أنه كلما اتجهنا من اليسار لليمين في الجدول الدوري الحديث زاد عدد الإلكترونات السالبة وزادت شحنة النواة الموجبة أيضاً فيقل بذلك حجم الذرة ويزيد تبعاً لذلك قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية وبالتالي زيادة سالبية الكهربائية للذرة وإن اتجهنا من أعلى إلى أسفل في الجدول الدوري الحديث فإن عدد مدارات الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواة سيزداد مما يؤدي لزيادة حجم الذرة وزيادة كذلك المسافة بين النواة الجاذبة وإلكترونات المدار الأخير فيصبح من السهل على الذرة فقد إلكترونات المدار الأخير وبالتالي تقل السالبية الكهربائية للذرات